ضمن سلسلة المهرجانات التي تقيمها مشيخة الطريقة التجانية شهدت زاوية الحاج علي جايا حيثيات المهرجان التي ترأسها رئيس المشيخة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى تقرير سيد أحمد حسن رجان السوى الستون لمشيخة الطريقة التجانية بالتعاون مع تجمع الشباب الصوفي بشاد أخذ طابعا كولخي وذلك بتشريف الشيخ محمد التهامي أحد أبناء شيخ الإسلام الحاج إبراهيم عبد الله نيس الخليفة الأوحد للختم أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنهم جميعا كلمة الترحيب ألقاها سكرتير بعثة الأزهر الشريف الدكتور هاشم بكري تناول خلالها فضل الصلاة على سيد الوجود نبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جاءت بعدها الكلمة الرئيسية للمهرجان قدمها نائب رئيس المشيخة الطريقة التجانية محمد الغالي خليل عمر أعطى فيها نبذة عن تاريخ الشيخ إبراهيم عبد الله نيس هذا بنوى اللعاشة حياتنا كلها في مروج الاسم الأعظم في مروج الحقيقة المحمدية كما يتركم ذلك صادقا في كل ما كتبه في ديوانه فإن الشيخ إبراهيم معرفة في أسرار السير المحمدية وفقائقها ما لا يوجد عند غيره بعد ذلك تم تكريم ضيف الشر محمد التهامي وفقائقها بواسطة الأمين العام لمشيخة الطريقة التجانية الشيخ إبراهيم عمر انقاري وبدوره الشيخ التهامي شكرا في مروجه فرصة المشاركة في هذا الأجر دعي الرب العباد في نهاية حديثه بأن يحفظ تشاد حكومة وشعبا وسيكون المهرجان بمسجد عمر بن الخطاب بحي جاير علوت البحار الزاخرات وإنني علوت القرى والمدنة بل هل جبال هذا كل من لدينا من أخبار حتى الساعة دمتم في أمان الله نحن لقاء